مشاهدين الكرام أسعد الله مساءكم وإلى الفترة الثانية من أموال ومسارات ومتابعة لمزاج المؤشر في أول يوم في نصف الأول والربع الثالث من 2019 اليوم الاثنين قبل الحديث عن موقع المؤشر الآن نريد أن نلقي نظرة سريعا أداء المؤشر وأهم الأحداث في النصف الأول من هذا العام حيث أنها مؤشر السوق السعودي النصف الأول على ارتفاع وسجل مكاسب بنحو 13% ما يعادل حوالي 995 نقطة وأغلق عند 8822 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 7827 نقطة بنهاية عام 2018 عن أداء المؤشر مشاهدين الكرام شهريا منذ بداية العام سجل مكاسب خلال أربعة أشهر كانت أعلى نسبة ارتفاع خلال شهري يناير وإبريل وكانت بنحو 9% وخمسة بالمئة على التوالي أيضا سجل مكاسب بحوالي أربعة في المئة في شهري مارس ويونيو أما عن أداء القطاعات قطاعات السوق أنهى خمسة عشر قطاعا في السوق السعودي النصف الأول من عام 2019 على ارتفاع تصدر هذه القطاعات الاتصالات والبنوك والمرافق العامة أيضا بنحو 21% تلاها أيضا قطاع الخدمات الاستهلاكية بحوالي 17% وصعد قطاع المواد الأساسية بحوالي 6% في المقابل سجلت ستة قطاعات تراجع وتصدرها قطاع الأدوية ب10% تلاها قطاع الطائقة بحوالي 6% تقريبا ماذا عن أداء القطاعات القيادية والشركات الكبيرة في السوق السعودي مشاهدين الكرام في النصف الأول من عام 2019 سجلت أغلب أسهم الشركات الكبيرة ارتفاعا خلال النصف الأول من عام 2019 كان يتصدرها بنك رياض بحوالي 36% كما ارتفع سهم مصرف الراشحي والأهلي بحوالي 22% و16% أيضا سهم الاتصالات السعودية الذي وجد مكاسب بحوالي 13% في المقابل سجل سهم سابك انخفاض كان قدره حوالي 1% وكان سهم جبل عمر هو الأكثر تراجعا بنسبة 18% عن أعلى نقطة سجلها المؤشر السعودي في النصف الأول من عام 2019 مشاهدين الكرام كانت في جلسة الثاني من مايو عند 9403 إقاط أما عن أدنى إغلاق كان أيضا في نفس الجلسة وكان عند 7701 نقطة عن أكبر المكاسب أيضا اليومية كانت في جلسة التاسع من يونيو 2019 وكانت بنحو 183 نقطة وسجلت أعلى قيمة تداولات يومية في هذه الفترة في جلسة الثامن والعشرين من مايو وكانت بنحو حوالي 28 مليار ريال ماذا عن الأحداث أيضا مشاهدين الكرام التي تهم المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسوم التي شهدها الربع الثاني من هذا العام أهمها كانت تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق السعودي لمؤشر المؤشر العالم للأسواق الناشئة بوزن كان 50% من حجم السوق في المؤشر بانتظار طبعا تنفيذ المرحلة الثانية للانضمام خلال شهر أوغست بإذن الله المقبل أيضا ماذا عن المؤشر في النصف الأول من هذا العام اليوم ننتقل إلى الربع الثالث والنصف الثاني يعتبر من العام لنشاهد موقع المؤشر الآن كما نشاهده المؤشر على تباين تقريبا واضح ما بين المنطقة الحمراء والخضراء تقريبا عند 8,821 و22 لليتراوح بأقل تقريبا من العشر في المئة وأقل من النصف من النقطة المؤشر على تباين واضح ما بين المنطقة الخضراء كما ذكرنا ربما لإعلان بعض النتائج المالية للشركات كما سنشاهد حاليا وتأثيرها على السوق السعودي نشاهده ما بين المنطقتين الحمراء والخضراء ولكن حجم التداول هو أكثر من 46 مليون وقيمة التداول تتجاوز المليار ريال حول إعلان النتائج المالية مشاهدين الكرام خاصة أن جميع المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم اليوم ينتظرون هذه الإعلانات التي تبدأ اليوم وتنتهي في 21 من أوغست نظرة سريعة على السوق الذي كان تركيزه ربما في الفترات السابقة منصبا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق أكثر من المقاومات التي كانت أساسية على الشركات نشاهد الشركات أعلنت شركة وفا للتأمين عن عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 من ديسمبر 2018 خلال شهر يونيو الجاري وهي الفترة الزمنية المتوقعة سابقا نشاهده على ثبات وعلى استقرار عند 9 ريال وخمسين هلل شركة وفا معلقة حتى الآن بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية نظرا للمتطلبات الكبيرة لإعداد خطة إعادة التنظيم المالي وجوب الانتهاء منها خلال المدة المحددة من قبل المحكمة المختصة أيضا توقعت الشركة بحسب بيان لها اليوم على تداول نشر القوائم المالية في موعد أقصاه 31 من أوغست 2019 وبيّنت أنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الصدد فورا توفرها هذا فيما يخص شركة وفا ماذا عن الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية لتأمين التعاون حيث وافقت خلال اجتماعها لتوصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة تقريبا 15% ما يعاد الريال ونصف للسهم عن العام 2018 أيضا بوبا العربية هي على ثبات عند 97 ريال واربعين هل لا تقريبا شركة الإسمنت إسمنت نجران أعلنت عن قيامها بالطلب من البنك السعودي الفرنسي بالسداد المبكر للقصد المستحق بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ألبالي 15 مليون ريال الخاص بالقرض المقدم لتمويل مشروع نظام استغلاء الطاقة الحرارية المفقودة لينخفض رصيد القرض إلى 105 ملايين ريال اسمنت نجران الآن في المنطقة الخضراء بتقريبا ما يقارب 21% بأقل من النقطة تقريبا ليصل سعر السهم عند 8 ريال و46 هل لا شركة ميتغلف أيضا أعلنت أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية والضريبية للسنوات المالية من عام 2007 حتى نهاية السنة المالية 2016 مقابل دفع مبلغ وقدره أكثر من 115 مليون ريال ماذا عن سهم ميتغلف للتأمين هو في المنطقة الخضراء مرتفعا بتقريبا 22% ليصل سعر السهم عند 14 ريال و94 هل لا